موسيقى 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 طب شو الشي اللي ما عم بقدر عبر عم حس الفرح الحقيقي ما كان فيه فرح الحقيقي إلا شينهار كنت تتاكي قاعد بالكنيسة وصار نحنا حياتنا كل عائلة كل حيات عائلتنا تغيرت لأمي كانت ساخنة وشفيت بنعمة الله آمين سو كل هالشي يعني دخلوا لبلش أنا أتقرب لربنا بس أخدت معي أربع سنين من العجيبين موقت ما دي صارت مع أمي سو بلشت فوت على الكنيسة فوت مع كوميونيتي فوت مع الشبيبة وبلش اسأل أسئلة اسأل أسئلة وما كنت ملاحظ كل هالوقت أنا بهالأربع سنين كنت عم ببني علاقة مع ربنا إنه عم بسأل أسئلة هو ربنا باي وإنه أنا عم بحكيه كأبن صحيح كأبنه وأسأله طب شو عم بيصير شو عم بيصير وفتت بهالشبيبة وفتت مع الكوميونيتي الكاريزماتيك وكل شي ومن خلال كيف سمعت صوت ربنا يعني نحنا عم منقول بس الإنسان يعمل لقاء شخصي مع الرب يسوع تنقل بحياته بيصير شخص تاني إن كان بمعاملته مع الآخرين إن كان بحياته اليومية بتصير الحياة مجد باطل بالنسبة لإله أكيد أكيد أنا اللي تغير وين تغيرت حياتي أمتين مرة أنت كنت بكنيسة وعرفت ربنا كنا عم بيقدعيني لفوت على كرسة الاعتراف بس اعترف متل ما اعترفت بحياتي يعني اعترفت يعني فضي كل شي بقلبي كل شي من الماضي تغسل حالك تغسل حالي وفينا إليك إختنا باسكال كانت أحلى اختبار بحياتي لأنه خشيت من البكة بكيت بكيت لشي ساعة وما كانت أفهم لي كنت عم ببكة بس بعدين فهمت إنه ربنا كان عم بيخسن بدمه عم بيخسن من كل ألم اللي خطيتي عملت لروحي بكل حياتي ولهي كنت عم ببكة شي ساعة ورحت على الكنيسة وأنا عم صلي لأ لاجي شي ساعتين عم صلي وهي كنت بداية حياتي الجديدة هلأ شو تغير بحياتي الجديدة أكيد يعني شي كتير مهمة ما يعني إنه ما فييني بقوا مبسط لا بالعكس هيدا الإيديولوجيا للناس إنه مفاكين خلص إذا نحن معربنا ما منبسط بعكس أنا مبسوط بعد أكتر صحيح ما أنا كنت قابل فرح الحقيقي فرح أول شي الفرح اللي كنت اختبره بيوم صرت اختبره هلأ كل حياتي وأنا بعرف إذا اليوم رح موت رح يكون فيه فرح داخلي وفرح زيت هالفرح اللي عم بيختبره رح نلاقيه بالسماء إذا الله رأى كيف تدعي الشبيب اليوم لتروح على كرس الاعتراف أول شي أول شي هو لازم نحن نبني علاقة شخصية مع ربنا صحيح ربنا مش هونيك وأنا هون ربنا اليوم إجا من السماء تجسد تواضع تواضع وأنا اليوم بدي أعرف كيف ربنا كنعيش حياته على الأرض لأنا مسل حياته اللي كنعيشها هو على الأرض لأقدر أحكيه لأنه إذا أنا فكر أنه أنا اليوم الله بحياتي يعني أنا اليوم ماسك الإشاة بحياتي ماسك السوكسي يعني يوم أنت بتقول الشباب ما يخافوا قد ما يكونوا ضعفا يقتربوا من الرب يسوع لأنه الله باي أكيد وأهم شي وأنا اليوم عم بشوف كتير هالإشا عم بتصير أنه اليوم في كتير عالم بالكنيسة كتير عالم مفاكرين حالو مسيحية مع كل احترام اللهم ويبيقولوا لأ أنت اليوم زي أن تكون مؤمن لأ تقدر تفوت على الكنيسة ولا ربنا يقبلك لأ حبيبيتي مش هيكل مزبوط أنا اليوم مع كل خطيطي وكل أرف رجيت على الكنيسة وربنا نظفني 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 واليوم ربنا يسوع المسيح إذا أنا اليوم نضيف فيت على الكنيسة شو بدوا مني يوم ربنا عم بيستع عم بيعزم كل واحد اللي نقلم كل واحد اللي هو ضعف بحياته كل واحد اللي تكسر بحياته اللي نجرح بحياته اللي صاخن بحياته للأذى بحياته حتى إذا حدا نقاتر وحدا نسرق وهيدا عازمهم كلن لا نرجع نبني حياة جديدة إذا اليوم أنا بقول أنا ما بستهل فوت على الكنيسة يعني أنا مش فاهم المسيحية ومش فاهم المسيح مش فاهم الشي من الكنيسة شو تغير بأنتوني بالسابي وبالحاضر على الصعيد الشخصي لعملي الاجتماعي يعني بحياتك الاجتماعية بحياتك الشخصية بحياتك العملية بين أصحابك بالأنتراج تبعك الحقيقة الحقيقة يعني أنا عيش حياة أول شي إنه أنا بده أمبسط يلا الظاهرين بس ما كان فيه بربيس ما كان فيه قول بحياتي يعني ممكن مش عارف أنا لو رأيي خلينا نعيش صار فيه قول بحياتي إنه أنا اليوم عارف لازم أنا عيش حياة وإنت ما تاخدني إيخ شي لأتقابها لما عربنا طيب كيف بعيش هالحياة أول شي حب أهم شي حب غيري شو ما يكون شكله شو ما يكون حياته شو ما يكون الباسي تبعه إنه أنا اليوم لازم عيش حياة حب حب بالأعمى إنه أنا مضطر يعني سكخيفيه دموا مام لأقدر حب غيري شو ما يكون الشخص الأهم شي الأحب وأهم شي الأكسبتنس إنه أنا اليوم اقبل غيري مين ما يكون شو ما يكون بشح له من غير نارسونيpled بس اقبله لأنه اليوم اللي عم بسير مساكرين نحن كيف في بوابنا لكل الناس ومفي تقبل طيب أنا اليوم بيقوله إنه هيدا اختصب وهيدا اقتل هيدا طيب هيدا الزلق من يختصب وقاتل بحياة بحياته وما تقالع له حب بحياته يعني اليوم حضرتك عم تقول لاتو دينو كالاتو دانو حضرتك تارك شغلك بدباي وجاي كرميل تعمل نشاط وزمعت أموال كرميل الفقرة بالبنين شو بخلي إنسان يتصرف غير هيك تصرف غير الرب يسوع أول شي أنا لا قدر عمل هالبا لي صار أنه أنا كنت قاعد هديك السينما عائلتي مثل ما كل واحد بيمض كريسمس قاعدين على الطاولة عنا التوركي بالنوس بالعاشة الميلاد وما أكل ما أكل وهيدا وحسيت ربنا عم بيحكيين عم بيقول لي أنتوني أنا مبارك بهك عائلة ومبارك بهك أكل سنتي شو بدي إيك تبارك غيرك لما عندو هالنعم اللي أنا عطيتك إياها لو تشاركون معهم ليعرفون أنا ما جيت للناس اللي عندن أكل للناس عنهم بس أنا جيت للفقرة ما هو آخر شي وين خلق ربنا لخلينا نتزكى وين ما خلق هو بفيل ما خلق بأسر هو أنه نعرف حد الحيوانات خلق بيقص يعني متواضع متواضع سي اليوم أنا سفرت من دباي وجمعت مصاري قدمة فيه بنعمة الله ومن خلال مساعدة أصحابي لنقدر نزور الفقرة قدمة فينا اللي منعرف اليوم الوضع الاقتصاد لبنان شي تعتير بس أنه الفرح اللي منتشوف بوجهه للناس اللي عم منساعدهم هذا اللي خسر شغله هذا اللي ما عنده أكل يأكله كيف قدرت جمعت المبلغ لتقدر تساعد أنا اليوم بيزار في جماعة صلبت إيدي على وجه وصليت يا رب قلت له يا رب أنت طلبت مني روح على لبنان ومضي هل عيدك مع هول الناس قلت له منك المبلغ بتبدأ كيني أنا جمعه جمع لي وبعتت مساج على الواتساب لأ كل أصحابي اللي بيحكيوهم كثير وما بيحكيوهم كثير قلت له أنا مسافر على لبنان وأنا رايح ساعد الفقرة وأنتو بتعرف الوضع على لبنان بلا 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 رح تعملوا أنتو تغيير تغيير بحياتكم عملتو ورح تشوفوا الفرح المزبوط وربما فيك تتصور قدير ربنا رح ينبركون وبعتت المساش وربنا رح يبعتوا لأيلي بعتوا لأيلي وشوية شوية بلشوا الناس يبعتوا للمصار وأنا ما كنت منتظر أختنا بس كأنا عن جيل ما كنت منتظر ونشكر الله جيت أنا على لبنان مع 3500 دولار يعني رفو مش مبلغ صغير وعنا ما كنت لمين عملت يعني ويلزر زرت الختيارية الشبيبة زلنا كله مشكر الله أنا كما كنت منتظر أنا جيت إيدي فادي وقلت له يا رب انت دلنا مع جماعة مع تواصل الروح الأدوس تواصل الروح الأدوس مع خينا جابي خوام بعدنا لأنه عارف قلبي وعارف أنا كيف جاي بعتنا لكلهم الختيارية اللي عنده ولاد وما فيه طعميون يعني عم نحكي بايزيك نييتز الهالو الحليب والبامبرز وإشياء هيك وزرنا الصاخنين طب اليوم الصاخن كيف بدوا يجيب الإدوية تابعه وأهم الشي كمان زرنا لولاد اللي هني بالمدرسة وما فيون يجددوا بقى الإدوكاسون تابعهن أربع أولاد عملنا فول سپونسورشيب لأنهم لسنة كاملة بالداخلة وزرت الداخلة وزرتهم هنا لأتأكد أن هني مبسوطين بهالداخلة ورحت عداخلة لأتأكد أن الداخلة شي مرتب وفرح كبير أن تشوف الأولاد عارفين أنه تجددوا أنه السنة الجديدة تابعه على المدرسة الشي فا ما فيه ما فيه نقلك وآخر شي اللي عملناه أنه رحنا على الحبس وقدرنا بنعمة الله بنعمة الله قدرنا نطلع حدم الحبس واحد حرام كان فيت على الحبس ومش مأكد أنه ليفيتين على الحبس بس كان بده بس 150 دولار ليطلع من الحبس ما عنده محامة كفيرة دفعنا ومنشكر الله هلأ طلع من الحبس ورجع لعائلته أعطني قبل ما أخصب معك لأنه مخجعا تقلني انتهى وقتنا بده منك كلمة توجهها اليوم للشبيب اللي عم تحضرك الكلمة اللي بدي وجهها للشبيب أنه أنا شايف لبنان وأنا دائما بيجع على لبنان وشايف أنه اليوم أكبر خطيئة بلبنان هي أنه اليوم ما بنعرف شو هنا الخطايا تبعنا كل واحد اليوم عايش حياة أنه مليئة بالخطيئة بس مش عارف الخطيئة أنه اليوم خلص أنا اليوم ديبريست أنه يلا خليني أتسلى إسكر نيم مع البنات أو لا لا اليوم أنا الخطيئة بتدلني على الموت يعني ما في لقاء مع ربنا موت النفس موت النفس لهيك بطلب من كل واحد اللي عم بتسمعلي وعم بتطلع فيه بترجيكهم روحوا ع كرسة الاعتراف ندموا ع كل خطيئة اللي صارت بحياتكم ولجددوا حياتكم لأنه أنا كنت ودقت الفرح العالم وما بيضاين وبيقرف منصح لكل واحد يرجع على الكنيسة ويرجع يفوت بالشبيب في عندكم كتير كميونيتين ناس بيساعدو صحيح يختبر يكون مع الناس ويعيش حياته ويحب وشوفوا كيف حياتكم تتغير مع الله إذا الله أراد آتلي بدأ شكرك عوجودك مع اليوم مرسي كتير طلنا لختام حلقتنا لليوم ولتقالنا نهار تنين ببرنامج على الموعد ترجمة نانسي قنقر